إذا كنت متصور أن من حقك أنك تغير نظام التي بدأت عليه المصابقة لا هذا إخلال بشروط العقد اللي بين الأندية وبينك حتى لو الأغلبية كما تستطلع رأيها عايزة أنها لو كان هذا يعني اللي هيكون السبيل نسأل والأغلبية تقول لا لا ما فيش أغلبية هنا لأنه ممكن واحد بس يلتزم معاك يضر نفسه وزي ما النهاردة كابتن سادع الحفيش شرح أعوضني وبعدين نتكلم برضو في الإخلال مش بيتعوضني كده يعني هو مش هيعوضها كل حاجة مش هيعوضها فإنت تفصيل كل مرة الاستثناء من اللوائح أخطر ما يعني تنالوا الكرة مصرية وخلي بالك أستاذ إبراهيم عندنا دوري قوي جدا عندنا نجوم عمالة تولد والدور يفرزها ودي حاجة ربنا متدهلنا هدية لا نستحقها لأنه لم نعمل من أجلها طيب نعايزين بقى نستحقها نبقى بنكون على مستوها إدارية ما نسيبش كل شيء بشكل عشوائي يخدمنا يضرنا إحنا على المستوى الإداري مش ماشيين على نفس المستوى الفني اللي بيفرز يعني هل أنت المواهب اللي عمالة تطلع لك ده نتيجة العمل التخطيطي السليم في نشر اللعبة وقتها عن الناشئين والبحث عن المواهب لا ده اجتهدات أندية اجتهدات أندية مجموعة من الأندية بتعتني بالناشئين وهم خمسة ستة سبعة ومجموعة من الناس بتهتم أنها تنقب في الدرجات الأدنى عشان تكتشف المواهب إنما ما أقدرش أقول أن النظام الكرة وبيفرز هذا أنا عايز نظام كرة ويثبت ما ينفعش أن كل سنة تغير لي أستاذ إبراهيم لائحة تكبدني الملايين وتكبدني علاقات مع اللاعبين وفجأة بدون زنب أنا ارتكبته تقولي الناس دي لازم تمشي صحيح زي ما بيتقال دلوقتي في حتة لأ وبعد ما يمشوا بعد ما يمشوا تقول له والله ممكن نستاسم كان ممكن يعودوا كان ممكن يعودوا تعرضي حصلت مرة طلع قرار بتحد الكرة وكان بتفصل على الأهل عدل كان عندنا اتنين لعيبة صمارة وعماد أيوب وعماد أيوب عرب فلسطينيين فلسطينيين كابتن حمها ده أمام الله أرحمه لا كانش كابتن حمها ده كان موجود بس ما كانش هو يعني مش مهم إنك اللي عادي أقوله إن قال لك لا الفلسطيني الأجانب معايني كان بقوله دول فقطعنا شين كان كان الفلسطيني اللي من أمه مصري يا عم استنى أشرح للناس اتفضل اتفضل عايز أقول إن الفلسطيني اللي أمه مصرية يعتبر مصري فكانوا متسجلين كده لأ ما دول أجانب فلأهلي مشاه اتنين من أبرز ما كان في خطاع الناشئين فمشوا من هنا والله قبل الموسم ما يبتدى أستاذ إبراهيم راح الاتحاد مغير قراره وقال لك لأ والدته مصرية يبقى مصري طب رجعهم لي لأ دولوا دولوا تأيدوا في قدية تانية رجعهم لك زي طب بالله عليك ده يحصل فيه ده يحصل لما يكون أنت دلوقتي حتى في نظام الاستبدال بصوا في اللي بيتقال مطلوب ملح الزمالك كده استثنائي بصوا الاستهبال رايح فين ليه قالك علشان حمد النجاز فسخ عقده من طرف واحد معناد الزمالك فالزمالك عايز تعويض عن لعب فسخ عقده طب هو أنا كنادي لو النادي الأهلي عنده لعب هو ما وفاش بالتزاماته ناحيته الأهلي مداش أجيه أو جيرالدو حقوقه المالية راح جيرالدو استخدم حقه في أنه يفسق عقده لأنه فاتت المدة القانونية أنه ياخد فلوسه والنادي أخلي بالتزامه النادي أخلي بالتزامه ووفقا للعقد ووفقا لللايحة فاتت الثلاث شهور على أن الأهلي مداش جيرالدو فلوسه أو أجايه فلوسه. استخدم اللاعب حقه القانوني في فسخ التعاقد. حقه القانوني. انا مطلوب منك اتحاد. اكافئ النادي الاهلي. انه لم يلتزم. انه اخلب التزاماته. طب هو. لا اصلا المثال حتى بتاع عصام الحضري. عصام الحضري لما اخترق عقده وسافر سويسرة. لقل ما كانش اخلب اتفاقه معاه. ده اللاعب ارتكب رغبته في السفر والهروب من طرف واحد وقدم شكوى وقال فيها كلام كتير. وانت قدرت تسجل بدله. هي الفكرة يسيبك اخلم. في الحالتين انت ما سجلتش مكانه. كله بالي. كله بالي لما سافر انت ما 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 سجلتش مكانه. فانت دلوقتي ودي وقايا النادي ما كانش غلطان في ها. ده النادي ما اصرش اللعب هو اللي اخترق العاد. لكن في وقعة حمد النجاز اللعب استند الى بند انه ما اخدش فلوسه. انه الطرف الاول في التعاقد اخل بالتزامات وتجاهه. سيد زفرين مش عايزين مش عايزين. فانت دلوقتي لا. لا لا حتى لو حتى لو اللعب ما اخلش او اخل. اه. او النادي هي فكرة انا عندي قيمة. وايلا كل نادي ولعيبي تفقوا اه على الفسخ ويبقى. يبقى هنا انت بدأت الموسم بنظام وشروط. لازم ان تكمل بيها. يدار الاهل يدار الزمالك. اه كده. اه كده. اللي يدار يدار واللي يستفيد يستفيد. هو انت لما لما جيت عشان نبسطها للناس. هو الاهلي بيرحم على الاتحاد الكرة ويقول له مش عايزة غير نظام الاستبدال. لأ انت فرضت عليها قلت لها سجل تلاتين لعب. سجلت تلاتين لعب. كان عندي لعيبة وفر. كان عندي اتنين تلاتة لعيبة. لو انت كنت فتحت الاستبدال من خمسة لسبعة كنت هوفر الفلوس اللي انا مشيت بها اللعيبة ببلاش. كنت هعمل لهم استبدال. هسجلهم وبيعهم. حتى لعيبة اللي تلاتين. عارة ساز ابراهيم. لضيق الوقت. انت فيه لعيبة طلعتها وفيه لعيبة ديت لها فلوس عشان عشان تمشي. عشان تمشي ما يعني وتحتفظ بيها. بالزبط. اه عارة. وفيه لعيبة اضطردت بيعها. وتملك حق الشراء. يعني لعيبة زي احمد حمدي. الاهل يوديه الجونة. الاهل يكمل عدد المسموح باعارتهم. المسموح باستبدالهم. يعمل ايه? واحترم هاز. اه راح. تفنن المهامس عادلي والكابتن امير توفيه ولجنة التسويق. انه هو خلاص اللاعب يتباع. ولكن الاهل يملك بند في العادة حق كله الشراء برقم معين او بسعر معين. عشان محصلش مبالغات بعد كده. انت عملت ده ليه? عملت ده علشان الاتحاد الزمك بخمسة استبدال. لو كان قالك سبعة كنت وفرت الكلام ده كله. فانت بعد ما انا تكبلت وتكبت كل هذه المعاناة المادية وهذه التكاليف المادية بسبب قرارك انت. جاي النهاردة انت عايز ترجع في كلامك. ارضاء لأحد الاطراف. وعايزنا وافق. لا السؤال مش هنا بقى. هناك? هو انت تستطيع انك تغير اللايحة برأي الاغلبية ولا بالاجماعة. ده اهم سؤال. اللي عرفه ان لو نادي واحد اعترض ما يقدرش يغير. والله ويعني ازا اردت الحق صح حتى لو كل اجمع على حاجة. ده ده حاجة ده 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 الارقة. بزبط. ده ده الارقة لما يكون فيه ناس بتدير. طبعا. الامور. اه. مش بتدار. اه. ده الارقة. لكن افرد. خلاص. عايزين هم اه لسبب او اخر تطلاق المصالح في انه يغير اللايحة. لو حد اعترض. ازاي هتجبره انه يقبل اه اختراق اللايحة. يعني دي نقطة جديدة يعني حطها ضمن الاسئلة. يعني ازا كنا فعلا عايزين نبقى جدين في احترام مسابقتنا ونظامنا. هي واحدة. هي كلمة. المسابقة بدأت بنظام تنتهي بيه. واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الخير. يا اخي يا اخي. حتى لو التمنتاشر نادي جولي. كالتحاد. انا عملت نظام. هو انا دلوقتي لو جوم التمنتاشر نادي. واتفقوا مع بعض وقالك هنلغي الهبوط. هتلغي الهبوط. يعني هل تضر بالمصلحة. حسن. لما حسن. ما زلال. ازا تكتلوا وجوم وقالوا لك في حاجة تضر بمصلحة اللعبة والمسابقة. هل هتوافق. يعني انت عايز تقود. انت صاحب الرؤية. انت اللي مسؤوليتك الارتقاء باللعبة. ونشر اللعبة. وتحقيق اهدافك. انت اللي تفرض نظامك عن الناس. مش العكس. تذكر ايام الدكتور الجنزوري. ها. الازمة. اللي في بداية الموسم قبل ما يبتدي الموسم. لما الكابتن صالح جاله. آآ. النظام المسابقة. فلاقى فيه بنود. مش عارف. لما حصل كده. هي حصل كده. وعدين جاه 3 اربع فقرات. وفي حاجة حدوث كده. يبحث الامر في حينه. آآ. 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 ازمة في حينه دي. فاعترض. وقال. واستدعاء اللعبة الدوليين للمعسكرات. آآ. فاعترض. لان كان قبل كده آآ. كابتن جوهري وقف الدوري مرة. آآ. هو مش عايز تكرار الامور. ان كده لازم المسائل في احنا في عصر احتراف. في حقوق للاندية. لازم. وكان الدكتور الجنزوري اصدر قرار بعمل اجتماع. ها. في اتحاد الكرة. بين الستاشر نادي مع رئيس الاتحاد. وحطوا مع بعض النظام الذي اتفقوا عليه والتزم به الجميع. شوف من امتى انت بتقول حطي لنظام. ده كان في 98 تقريبا. واضح ما فيش فيه انك تقدر تفسره بالطريقة اللي تعجبك خلال آآ آآ يبحث في حينه دي. فهو هو نفس الشيء. انت دلوقتي عايز نفس الشيء. الاهلي دائما ما يسعى وكل معاركه لفرض النظام. ان شاء الله على حساب ما صالحه. يعني بالعقل كده في ناس بيقولك ما الاهلي عنده اصابات ما احنا حنقوله العيبة المصابة ان يديك بدالها. لأ ولو انا مش عايزك تساعدني بالغلط ولا تحاربني بالغلط.